أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أكرم رجل مشاء على الأرض هو رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله له ذكره وأعلى شأنه زكاه في عقله فغال ما ضل صاحبكم وما غبى زكاه في بصره فغال ما ذاق البصر وما طغى زكاه في فاده فغال ما كذب الفاد ما رأى زكاه في صدره فغال ألم نشره لك صدرك زكاه في ذكره فغال ورفعنا لك ذكرك زكاه في طهره فغال وضعنا عنك بذرك زكاه في معلمه فغال أعلمه شديد الغواء زكاه في حلمه فغال وما ينطق عن الهواء زكاه في صدقه فغال بالمؤمنين رؤوف الرهيم زكاه في خلقه فغال وإنك على خلق عظيم ويعغل هذا النبي الكريم الذي قرنا اسمه باسم رب العالمين ورفع اسمه في كل صلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومع ذلك تطاول عليه بعض المتطاولون وتعدوا على هذا المغام الكريم النبي صفح صلى الله عليه وآله وسلم والله لو أن الفاروق عمر أو الصديق أبا بكر أو عثمان ذي النورين أو الشجاع المقدام علي بن أبي طالب أو غيرهم من أصحابه المهاجرين والأنصار سمعوا أحدا في حياته يحاول مجرد محاولة أن يتخطى بل يرفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لغامة الدنيا ولم تقعد إذا كانت الحيوانات والعدماوات وغفت عنده مذعنة ويسجد له جمل سجود إجلال وتقدير والحديث صحيح في مسند أحمد من حديث أنس بن مالك كان مجوعة من الأنصار عندهم بعير أو جمل وهاج عليهم وعصى ثم دخل أحدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذي أم بعير عندهم احتاجوه أن يحملوا عليه وعصوا عليهم فغام الرسول ونادى أصحابه فغاموا ثم لما غاموا دخل رسول الله قالوا رأينا الجمل وهو هاج فخفنا على رسول الله وقلنا إن الجمل هاج يا رسول الله فغال دعوه فلن يضرني ثم نذر إليه صلى الله عليه وسلم يقول أنس والرسول يتقدم والجمل يتقدم ثم نذر رسول الله إلى الجمل ونذر الجمل إلى رسول الله ثم أنذر رأسه أي الجمل فوضع النبي يده على رأس الجمل ثم جلس وخر ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الرسول الله عليه الصلاة والسلام إن هذا الجمل قد كبر سنه من صاحبي فأشتريه قال صاحبي وفداك يا رسول الله قال أردت أن أشتريه ثم أطلقه فقد كبر سنه فقال يا رسول الله نفعل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملوا عليه لكبر سنه وأن يرهموه ويرهفو به حتى يموت والمتطاولون على الذات إلهية هل تصدقون لو قيلوا أن بعض الذين اليوم يتطاولون على ذات الله جل في علاه والله ما بلغ تطاولهم ما بلغ تطاول المشرقين في الصدور الأولى إنه ولي ذلك والغادر عليه والسلام عليكم أيها الجمع الكريم زادك ترجمة نانسي قنقر